إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وها نحن قد عدنا والعود أحمد وها نحن نلتقي ولقاءاتنا تتجدد وها نحن نتحاور وحواراتنا تتعدد ولكن وجهتنا إن شاء الله تتوحق وها نحن على أهبة الانتقال من دار الفناء والزوال إلى دار الجزاء والنوال وها نحن نبحث عن من يحدو هذا الركب الميمون والذي يحدو ركبنا الميمون إنما هو الأستاذ الدكتور عمر مرحبا فضيلة الدكتور مرحبا أهلا وسهلا وسهلا مرحبا بك ما زلنا في روضات الجنات نرتاض وما زلنا ننقلب من زاوية إلى زاوية في حديث القرآن الكريم عن جنات النعيم قال عز من قائل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون فافتح لنا مأدوبة الرحمن الله أكبر يا دكتور عمر لا أضعف أقل من أن أدخل على هذه المأدوبة إلا بمقدمة ألتقط فيها أنفاسي ونحن نتابع هذه بلاغة القرآنية وهذه الصورة المركبة الرائعة الجمال التي تجعل العاص يتوب وتجعل التائب يترقى ويتمسك بتوبته وتجعل البعيد يقترب والخشن يدين وصاحب الصدر الضيق أن ينشرح صدره وصاحب القلب المظلم أن ينار قلبه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو لا لا الأخلاء الأخلاء الأصدقاء وأصحاب الخلّة والصداقات والله عز وجل القرآن يقول الأخلاء في الدنيا يومئذ في الآخرة القاعدة أن بعضهم لبعض عدو في الآخرة في الآخرة كيف وقد كانوا أخلاء وأصدقاء طيب أخلاء الخير كان الواحد منهم إذا خالل أخاه كما نخالل نحن أصابعنا هكذا كان الأخم أخيه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى الله وكان الأخ لأخيه في الدنيا كالرقعة في الثوب فنظر أحدهم بما يرقع ثوبه فلا استطيع أن أرقع الثوب الأسود برقعة البيضاء ولا الثوب الأبيض برقعة خضراء وإنما الأمور تتشاكل إبراهيم بن أدهم يقعد كده لحت شجرة والنجد للمحين فوجد كده على بعد عصفور بلبل كده ريشة خضراء وريشة حمراء وريشة بيضاء شي جميل وشكله كده وبجواره غراب والعربي كان يكش من الغراب كان يسمى غراب البيت ولكن الله أبدلهم بقضية الاستخارة أبدلنا بها وقال حجبا طائر مع طائر بسم اختلاف الأجناس قال فصوت النظر نحوهما فوجدتهما يعرجان قلت جمعتهما المصيبة إن المصائب أجمعنا المصابين الهدف واحد هو مصيبة العجز أو مصيبة سبحان الله القهر أو المرض فالخلة هي أن يخالد الإنسان يعني سبحان الله حتى قال مصطفى صدق الرافعي ليس الصديق كجلة الوجه أو كمشرة الوجه يحمر بصحته ويصفر بمرضه لا إنما الصديق الحق هو الذي إن غاب عنك شعرت أن جزءا منك غاب عنك وإذا مات شعرت أن جزءا فيك مات فيك وتقول ما غاب عني فلان وإنما غبت أنا عن نفسي هذا الصديق هذا الصديق الصديق يعلوه الخليل الخليل وتخيل أنت مقام الخليل إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال علماؤنا يجب أن تكون الخلة أن تكون في الله لتأخذ ديمومتها من ديمومة الله عز وجل فالأخلاء المتقين في الدنيا كان كل ما يلتقوا يعملوا حسنات باللقاء والمحبة وبالتربية على يد إذا لقي الإنسان أخاه فصافحه ورب تعالى تتحات الذنوبهما كما يتحات ورق الشجر في اليوم الشاتي ثم إذا نظر إليه برحمة نظر الله إليهما برحمة ثم إذا افترق افترق على ذكر وإذا التقى التقى على ذكر ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه إن غاب سأل عنه ولم يغتب وإنما يدفع عنه ويذب عن عرضه فبالتالي بيدخل عليه سعادة بهذا التعامل شيخ عمر قلت إذا التقى الرجل مع صاحبه وتصافح تساقط الذنوبهما أنا أصافح مئات المرات في النهار يعني هذا يسقط ذنوبنا والله بهذه النية بلى بهذه النية نعم أطبع إذن ليست المصافحة حركة يد تلتقي بحركة يد هي سلوك قلبي تعبر عنها اليد سلوك قلبي يعبر عنه اليد وحتى إذا دخل الرجل إلى بيته فصافح زوجته وربت على يالها برفق تحاكت ذنوبهما نفس القضية لكن يدخل كده والعياذ بالله رب العالم في إيه جاء رجل لعمر ليوليه ولاية فنضى العمر وكان رجلا صاحب فراسة قال مر علي غدا وقال لخادمه إذا جاء أدخله علي فدخل الرجل في اليوم التالي رأى عمر أمير المؤمنين على أربع وأولاده يتناوبون امتضاء ظهره وأحفاده وهو يدور بهم في البيت وقف الرجل مشدوها فقال عمر مالك قال هكذا تصنع أبنائك وأحفادك قال نعم ماذا تصنع أنت قال أنا إن دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس قال عمر إذا كنت هكذا مع أبنائك وأهلك كيف أمنك على أبناء المسلمين لا حاجة لنا بولايتك انت رسبت في الانتحان فالرفق هذا يعني سبحان الله يقال إن عمر كان يلقى أبا بكر في سالة الصبح وكان معه في سالة العشاء يلتزم ويحتض المعنى يقول يا طولها من ليلة يا أبا بكر سبحان الله ليلة ليلة وافتقد مرة أخاه معاذ من جبل فلقيه في الفجر قال يا معاذ ذكرتك بالليل فبكيت والله لقد أوحشتني واحتضم وبكى الحاضرون جميعا هذا هذه الرقة من أين تأتي من الخلة الصادقة تعال إلى الجنب الآخر اللي هي العداوة في الظاهر هم أصحاب دنيا يقعدوا مع بعض والعيادة بالله يرتكبوا يشربوا كأس يقامروا يضحك عليه في تجارة يروحوا رحلة مش بريئة فماذا يصدع هذا دون أن يدري ده بيسعدني ده بيدخل عليها سرور ده رجل بتاع نقطة ما نوعد معاه لما نفضل نضحك وبعدين ما جلس مسلمان جلسة لم يذكر فيها اسم الله إلا وقاموا عليهم ترى نقص من الله سبحانه وتعالى ما ذكر أحدهم أحدا بالله ما قاموا لصلاة مغرب ولا عشاء مات حرك وقال له والله أنا سمعت الشيخ العربي في خطبة جميلة عايزك تسمعه والله أصلا في محاضرة للشيخ عمر حضرتها خذ يا الشيخ ما شاء الله اقرأ هذا الكتاب الجميل لا 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 بالعخص هو يدله كما يعني بالضبط أضرب لك مثال بسيط الأخلاء بتوع الدنيا عاملين زي واحد يدخل والعياذ بالله مسجونا في جنحة أو جناية جريمة معينة فيسألوا رفقاء السجن انت ايه اللي جابك هنا قل أبدا ركبت الحافلة العامة لتوبيس أو المواطنة فسرقت عشرة دولار واللجنيه من موظف يا راجل حد يسرق من المسكين هذا يا راجل انت نبيبنا ابن تسرق تسرق البيوت يعلمه سرق التاب كيف اسرق البيوت يعلمه كيف يفتح الأبواب يخرج من المدة السجن يبعي يسرق البيوت مرة في الثانية يفترق يكتشف يدخل في السجن مرة أخرى تزداد العقوبة قل والله قل له يا راجل انت سمعت كلام المجنون هذا لا حد يسرق ويالبيوتس يا شيء الناس بتحط الان في الخزائن وفي البنوك رح بيع مخدرات انت تكتشف في اليوم كذا وكذا لا ألم يقل له له أحد منهم مرة جرب الهداية لا لأن فاقد الشيء لا يعطيه هكذا أخلاء الدنيا تعال بس نشوف المنظر الجميل تعالنا أوليك الفيلم الجميل تعال نشوف مش عارف ايه الجميل الراقص اللي هو الذعية اللي مش عارف ايه ومعدين قرار يغرق وهل أحدنا مسؤول عن من يزامل ويصادق ما سأل مسلم بجوار مسلم ساعة من نهار إلا وسأل الله سبحانه وتعالى كل منهما عن حق أخيه عليه لأنه مجددا أنا وقعدت مع الساعة لا اسمي يا أخي نفتح موضوع نكادم في قضية ننصح نصيحة ولو بطريقة غير مباشرة مجدرور الطريقة مباشرة طيب نحن نجلس ساعات طوال ونتحدث عن أمراض المجتمع ونجلس يوما ثانيا وثالثا ورابعا إلى ما شاء الله وكأننا نحن البياض الكامل وغيرنا السواد الأكمل وقد نأتي ما ننهى عنه طيب العربة أنا أريد الآن من الأسر والعائلات التي ترانا الآن على الشاشة وقد كده بالدير جاعة مرة معنا خمس دقائق يقولوا اليوم من الصباح إلى الآن لو وزلنا أعملنا بميزان الكتاب والسنة وكلام العلماء الفضلاء كان نساوي ما حجمنا بجوال هذا المقياس ما قيمتنا عند الله بالأعمال التي صنعناها لو زارنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم رمضان أو ليلة هل يصر بنا؟ أم أنه يشاهد الناس وقد غفلت بكذا وكذا وكذا؟ ماذا يقول؟ هذا الميزان يفيق الإنسان لنفسه أما إنسان لا يصنع إلا صدى صوته لا يرى نفسه إلا أنه أبو بكر وعطمان بن عفان لكنك مش منطقي لابد من المراجعة تحدثت فضيلتكم من قبل في حرقة سابقة عن قضية مراجعة النفس ومراقبتها وعرضها على الكتاب والسنة وعرضها على العلماء الربانيين فيتوقف الإنسان ويفيق ويراجع نفسه هل هو مخلص في عمله؟ هل يرتزق حلالا؟ هل يحافظ على مواعيده؟ هل يحافظ على كلمته؟ أله وجه واحد أم عدة وجوه؟ هل يتق الله رب العالمين؟ هل يرفع شعار لا إله إلا الله؟ هل ينصر دين الله سبحانه وتعالى؟ هل يربي أبنائه على الكتاب والسنة؟ هل يحسن إلى جاره؟ هل يرفق بزوجته؟ هل نسمع منه أو نرى منه سلوكاً لو رآه الرسول صلى الله عليه وسلم لسر به؟ لقد رأى أحد الصحابة الحسن البصري لما بدأ شاباً يحب العلم قال والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بك بهذا المنطق بهذا المنطق ولذلك يعني القضية أن يعقوب رأى نجابة في يوسف من صغره فاحتضن فاحتضن وكذلك ليجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحليث إذن هو شاف هذه النظرة فاحتواه أراد أن يربيه بجواره لكن كلمة القدر هو يعني الله سبحانه وتعالى غالب على أمره فربي في مكان آخر نحن هي القضية بهذا المنطق ما هي توجهات النبي صلى الله عليه وسلم لنا بخصوص اختيار من وخالج أولاً يعني أستطيع أن أجمع ما قاله صلى الله عليه وسلم في قضية الاختيارات هذه والصالحون من بعده في شروط خمسة هذا الصديق وهذا الخل وهذا الصاحب وهذا الأخ إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته أذكر المساجد صناعة الخيرات بناء المجتمعات بناء المصانع عمل المدارس الإخلاص المستشفيات نظفت الشوارع التقدم والحضارة إذا رأيته ذكرتني بالله رؤيته هل هذه الإنجازات تذكرك بصلاح هذا الرجل الذي يذكرك بالله؟ أهلا إله إلا الله وأنا أرى أن هذا من أصطح الناس أصطح من أخيه الذي لا نراه إلا في المسجد نائماً فيه جماعات تروح تنان في المسجد بالأيام بالأيام والله لو عمر رأىهم لطردهم مع أنه بيت الله يقول لك هذا بيت الله وهل نحن عمر هل تعمير بيت الله بتواجدنا؟ يعني طبعا الصلاة الفرائد نعم لكن بعد ذلك الحفاظ على هذه الرقعة من الأمتار لهذا المسجد يجب أن يعنيه وهو يصلي ويبيت في المسجد الكهرباء التي في المسجد ليس من صناعاته والسجال التي يصلي عليه ليس من صناعاته والمنبر الذي يقف عليه الخطيب ليس من صناعاته ومكدر الصوت الذي نسمع به الخطيب ليس من صناعاته والله أصلي وأنا حزين ذهبت مرة إلى بلد من البلاد وصعدت المنبر المرتفع الذي يفسر بين الناس والخطيب فوجدت العنكبوت على رأسي وقلت إن خطبتنا اليوم عن النظافة في الدين وأول ما ننظف ننظف بيت الله عز وجل وسوف نقوم بعد الصلاة إن شاء الله بنظافة المسجد جميعنا وأقم الصلاة ونشك أن لهذا المسجد كبقية المساجد قيم المسؤول يتقادرات هو إذا تحول الدين إلى وظيفة يعني خلاص صرنا كقسويسة العسور الوسطى لكن لو عمل هذا الموظف وفرح أن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عطاء إن أردت أن تعرف عند الله ما قامك فانظف فيما أقامك يعني أقامك في عمل ترتزق منه أجر ونشعر تأخذ ثواب ولعلك لو أتيحت لك الفرصة وتحدثت إلى هذا المسؤول عن تنظيف المسجد لملأ الدنيا عويلا وبكاء على من يتولى المناصب ولا يؤدي وظيفته لأنه يريد أن يعلق مصيبته وكسله وتواكله وخذلانه وعدم نصرته لدين الله على الأخر لأنه لا يريد أن يعمل أن تذكرك بالله رؤيته هذا هو الشرط الأول وأن يدلك على الله حاله وليس مقاله قبل المقال قبل المقال نحن ملأنا الدنيا ضجيجا صرنا كل واحد نكلمة يتكلم ويهرف بما لا يعرف وما شاء الله لو جمعنا كلام طفل صغير نجد ما شاء الله لقوة الله يملأ دواوين كثيرة لكن كثيرة كلماتنا قليلة أفعالنا وسيدنا أبو بكر قلت كلماته لم تستغرق إلا كم صفحة؟ 14 صفحة سيدنا أبو بكر هذا العبقري الفث هذا المؤمن الأول مؤمن آل محمد ثاني اثنين هذا ثاني اثنين هذا 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 الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنة يعني هذا هذا الإنسان الذي قال ما لأحد صلى الله عليه وسلم يقول ما لأحد منكم له يد علينا إلا وكفأناه عليها أو بها إلا أبو بكر فإن له يداً لن يكافيه عليها إلا الله رب العالمين سدوا كل الخوخات المؤدية للمسجد كل الفتحات إلا خوخة أبي بكر لا لما لاحاه عمر مرة جاد مجرد جاد في القضية فالتزمه النبي هكذا أخذ أبو بكر بجواره قال هل لا تركتم لي صاحبي قال أبو بكر قال عمر فما جادته مرة بعد ذلك والرجل الأعرابي مدينة بعد حروب الردة قال فرأيت رجلا طويدا يقبل رأس رجل قصير قلت من المقبل ومن المقبل قالوا هذا عمر يقبل رأس أبي بكر في أنه صمم على ختال المرتدين وإنفال بعثة أسامة يا أخي عرف الفضل يقول له والله أنا برضو ما كانش عجيبني يا أخي يا أخي والله سبعين من القراء ماتوا يا أبا بكر كنت لازم تتهور ما كانوا يعقالوا الناس ويرجعوا لا 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 يعني سبحان الله يعني هذه وضع الأمور في نصابها أن يدلك على الله حاله ومن قبل أن تذكرك بالله ورؤيته عايزين يريد المشاهدين يجيب ورقة ويكتبوا أنا عايزين منهج عمل عايزين تطوير للأمة عايزين ناس تستيقظ إحنا مش معقولنا نوض نتكلم كمسين سنة والمسلمون كما هم يعني برضو نفس القضية تجيل المشاكل زوج تعلم مع زوجته قال لها أنت أمك مش عارف إيه أخي والله هذا ارتكاس ونزول وجبروت وعدم فهم وتقهقر والعالم يضحق علينا أن تذكرك بالله ورؤيته وأن يدلك على الله حاله وأن يزيد في علمك منطقه كل ما يتكلم يعطيك يعطيك كلام يعني سبحان الله كما ينتقى أطيب الثمر كما ينتقى أطيب الثمر كما ينتقى أطيب الثمر إيه المملكة دي الإنسان لما يدس مع ناس كذي شهر أنه في روضة من رياض الجنة إذا رأيتهم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال مجالس الذكر أبو هريرة يقول تلسونها هنا في السوق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد الناس جريت راحت على المسجد ثم عادوا أتضحك علينا يا أباهر معقول الكلام هتقول إذا الميراث قسم رحنا لجينا للميراث ولا غيره قال فماذا رأيتهم رأينا أناسا يتعلمون للم هذا هذا ميراث رسول الله الأنبياء ما ورثه إلا علما وابتناء إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وجاد في علمك منطقه ثم إن رآك غافلا ذكرك إن رآك غافلا أقول لك في عينك يا شيخ لما تحضر معنا الدرس في مقرأة تعال نعود المريض تعال نعزي بني فلان نبارك لبني فلان يا أخي ربي ابنك على غير كده أنا شايف بنتك يعني سبحان الله الحجاب بتاحها وأقول بدأ طلعت النصيحة من مخلص تصل إلى القلب لا تكون نقدا فإذا رآك غافلا ذكرك سيدنا عمر كان يحب الشعر وماشي ليه قافلة تسيير خرجه من المجسارة كأنه يحميها فالحادي للإبل كان صوته جميل فهذا العمر منصت منصت إلى أن اقترب الفجر قال هاي عباد الله اذكر الله خلاص ما أغانينا كثير معاني أغاني لطيفة وأغاني شين جميلة وهم عايزين عند الصباح يحملوا القوم السورة عايزين عشان قبل الشمس ما تطلع وماشي يحميها وقربوا بعدين يدخل كده لجي الرجل وقعد قدام خيمة بالليل خارج المدينة في يوم برد ما لك يا أخر الإسلام والأخر العرب تجلس وأكام قال والله إن زوجتي تضع في داخل الخيمة أمعها أحد؟ قال لا رجع بسرعة يا أم كنثوم يا أم كنثوم هل لك في الخير؟ نعم لابست فورا ما تسألوا أدي لا يسألون أخاه بس في الخير لابست أخذ الطعام الدقيق والسمنة والمش عارف إيه وراح قال ادخلي فالرجل استغرم على كرم هذا الرجل الطويل المضيء الوجي هذا قاعد يضبخوا كدوه عشان يجهز أكل التي سوف تضع خرجت أم كنثوم من وراء الخيمة يا أمير المؤمنين بشر صاحبك أبو غلام الرجل يا أبو الله أمير المؤمنين هو اللي جاء من أكل قال لا ترع هذي في فترة الدوام أو لا؟ الحاكم لا يعرف فترة عمل ولا غير فترة عمل الإنسان المسلم لا يعرف أجازة ولا يعرف إنما يعمل في أي وقت لا شك أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان من القوامين بالليل لكن وذكرنا في مرات سابقة أن الذي وكل إليه أمر من الأمور يؤدي الفريض الشعير وفريضته بعد هذه أن يتقن عمله سيدنا عمر كان يطوف يعوث بالليل وأسمع الناس تتكلم وسمع المرأة التي قالت أنا من قمر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاجي هذا رائعي هاتو نصر هذا صباح الصباح لن في نصر بن حجاج فوجده جميلا قال أنت نصر بن حجاج قال نعم يعمل الرجل خالذ فقال اخلع عممتها قال على العمام فازداد بهاء قال الحجام اهلق رأسه حلق رأسه ازداد نورا قال يا هذا خذ هذا المال واذهب إلى الشام لا يمكث معي في المدينة رجل تهتك العواتك في خدورهن به طبعا تنطر المستشرقين كيف هذا حرية شخصية الرجل ربنا أردوك جمال قال لا في حاجة اسمها سياسة عامة لمصلحة المجتمع هناك بيتين على قارعة الطريق يجيب حاكم يقول عادينا نعمل الشارع لازم يهدم البتين ونعوض صاحب البيت لمصلحة الناس كأن سيدنا عمر عليه الرذوان كان عالما نفسانيا وكل صحابة رسول الله كانوا أخبر الناس بنفوس الناس وعلماء اجتماع كأنه رضي الله عنه أراد أن يزيل من البيئة كل الجراثيم الخلقية التي تسبب الانحراف كان يريد أن يزيل المثير السيء ليجعل مكانه المثير الأجمل ولذلك هو سائل عن المرأة هذه قال له ده زوجها مسافر في المعركة سيجي لحفصة قال له يا حفصة من حفصة هذه؟ ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها يا حفصة كم تصبر الزوجة على زوجها سؤال محرج والله لا تشريع أمير المؤمنين يسأل مثل هذا السؤال بنته أم المؤمنين لأنها ليست أي واحدة ولماذا نحن الآن العيب سيرناه غير عيب أنا عيب عفوا على المقاطعة لا تستطيع أن تدخل أنت يا رجل حر لا يقبل الحر أشياء غريبة في المجتمع والله نحن عندنا أشياء في منتر غربة العادات والتقاريب يا رجل لما كنا صغار كان الولد الذكي اللئيم اللي يقدر يجيب اسم أم زميله وكان فضيحة والرسول يقول من بالباب؟ قالوا زينب أيه الزيانب؟ أيه الزيانب؟ وفي عيب في الاسم؟ في إيه يعني؟ ما رأي لنته عمران أيضا القضي إن شاء الله على العمران الذي يوحي لنا بأهمية تعمير قلوبنا بالخير وتعمير بلداننا بالصلاح وتعمير المجتمع بالفضائل نتوقف عند هذه الأمني هذا السؤال وسنعود إن شاء الله نستئنى في الحديث بعد فاصل قصير عود إلينا أيها الإخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون مرحبا بكم مرة ثانية يا أيها العائدون إلى بلاد الأفراح مرحبا بكم دكتور عمر مرحبا أهلا وسهلا تعمر قلوبنا بذكر بعض الفضائل العمرية الله يرضى عنكم يا رب بارك فيكم عمر رضي الله عنه يسأل حفصة ابنته أم المؤمنين يا حفصة قم تصبر الزوية على زوجها فعالم منها أن أربعة أشهر هذه يعني مسافة قصوى فيأمر عمر كل قواده ألا يغيب جندي محارب مقاتل فاتح عن أهل بيته أكثر من هذه الشهور الأربعة لي مدة الإلهة وصار تشريعا وشرع مرة من قبل أعطاء بيت المال عندما سمع الطفل يصرخ بالليل وهو يعس ويقوم الليل بعسسه يقوم الليل بعسسه تنفع هذه الجملة لا يبدو عليك رب ما الفائدة أن حاكما يقوم ويركع هذه لنفسه أما للناس يقول يا أم الغلام أحسني إلى طفلك فيمر ويسلح ستنى مرة واثنين وثنين يا أم الغلام قال ماذا تصنع يا رب أنت ماذا كنت زينا فيه يعني والله بيننا وبين عمر وما لعمر بكم قال لقد فرض لكل فطيم مفطوم من بيت المال عطاء وولدي قد فطمته يعني قبل أواني بسنة وهكذا يصرخ ماذا يصنع عمر في الصباح يصدر قرار أميري إذا جاز التعبير أو أمر رئاسي بأن يفرض لكل مولود في الإسلام عطاء من بيت المال ما لدع بالفطام ولغيره بس عشباء هذا إحساس بالله عليك أليس هذا قوام بالليل وبالنهار عجيب دكتور عمر يعني نحن الآن نستورد فضلات الأفكار والإديولوجيات والأدبيات التي تسمى بعلم النفس يعني تضج صفحاتها من ترداد كلمة العقد النفسية والجنسية والكبت نعم نعم كأن سيدنا عمر رضي الله عنه استبق الأحداث وأزال كل الأسباب التي تحدث ما يعرف عند علماء النفس بالكبت الجنسي نعم نعم أمير المؤمنين على جلالة قدره يسأل أم المؤمنين سيدتنا حفصة على جلالة قدرها وتجيبه بكل وضوح ولا يكتفي بالتنظير بل يصدر قرارا يحدد مدة غياب الزوج عن زوجته أي 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 ما هذا هذا هو الارتقاء الحضاري ما هذا هذا هو الرقي الحضاري اللي هو يرتقي الإنسان حتى يرى النور واليوم لماذا مجتمعاتنا تغس بالكبت الجنسي لأننا عقدنا الحلال فصار الحرام أمره ميسورا وصعبنا أمر الحلال على أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا ولأن عمر هذا الرجل الكبير لما تأيمت ابنته حفصة نستحى أن يعرضها على أبي بكر كي يتزوجها يقول إن ابنتي حفصة قد تأيمت ألا تتزوجها أبا بكر فسكت أبا بكر متأطيع رأسه المفروض أن أبا بكر يجيب لكل كلام جواب فلماذا سكت نحن نعرف الإجابة وبعدها راح لعثمان قال يا عثمان إن حفصة بنت عمر قد تأيمت ما تزوجها ألا تتزوج؟ قال أنا لا أتزوج اليوم فآلمت عمر الرجل العربي المسلم الذي يعرض ابنته ولم يذكر السبب فلما رأى عمر أبا بكر في صلاة الصبح قال أبو بكر وجدت مني يا عمر البارحة انتواخذ على خطرك شوية مني لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها فأبيت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فورا راح عمر بعد عثمان إن الرسول يشكو أبا بكر ويشكو عثمان يقول يتزوج حفصة يا عمر من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان هل منعت عروبة عمر وجلال قدر عمر ومقام عمر من أن يعرض ابنته للزواج في أمر ينهي هذه العقد الموجودة عند الكبير والصغير إنه لمثال يذكرنا بهذه الحقيقة إن العرب الذين شرفوا باعتناقهم الإسلام ولدوا ميلادا جديدا بلا شك بلا شك عند العربي كيف يذكر ابنته ويعرضها هذا أمر الأمر الثاني هذه لطمة على كل وجه أخ يمنع أخته المطلقة أو أخته الأرملة بعد موت الأب الحنون ويقول لا 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 ربي عيادك ويذهب هو ليعيش مع زوجتي وأولاده لا 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 خدمتك أنت كبرت في السن عيب عليك وهو ألم يكبر في السن لا هو كبر في الجهل هو كبر في صلافة القلب وفي الأنانية وفي الأنانية وحب الذات وفي عدم الرحمة وعدم فهم الدين وبعد هذه الكلمات يذهب ليصلي العشاء والتروح في المسل والله يعني يشك في صلاة عذرة يعني وقد يضيف إلى ذلك الصيام الاثنين والخميس ما عنيش وتقصير الثوب وإطانة اللحية وابع السواك والهجوم على الرموز يعني معاذ الله ربما يفهم بعض المشاهدين أننا نقلل معاذ الله لا 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 نستفهم إنما نؤكد أن الشعائر عندما لا تؤثر في سلوكنا هذه لم تؤد على الوجه من لم تنهى صلاةه عن الفحشة والمنكر فلا خير فيه يعني فليس لله أن يدع من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله فليقل إني صائم إني صائم يعني لا أسلك مثل سلوكك تبا هيك بهذا المنطق بقي الشرط الخامس من شروط الأخوة نعيدها من جديد عشان نتواصل أن تذكرني بالله رؤيته أن يدلني على الله حاله أن يزيد في علم منطقه ثم إن رآني غافل أن ذكرني وإن رآني ذاكرا عانني هذه الشروط الخمسة إذا وجدت في إنسان فلا بد من خلته ولا بد من مصادقته ولا بد من مصاحبته إذن من واجب كل واحد منها أن يبحث عن من تتوفر فيه هذه الخصار وإلا يكون هذه الخدلة وبالا عليه يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين هل تقع المسؤولية على كل راع منا نحن أفراد المجتمع مسؤولية إيجاد البيئة التي تساعد في إخراج هذه النماذج أعلم ما هو أنا إن بحثت عن الخليل الصالح وفضلاتكم بحثتم عن الخليل الصالح والمشاهد بحث عن الخليل الصالح والمشاهدة بحثت عن الأخت المسلمة الفاضلة التي تصدقها وتصاحبها وتصون سرها وتهديها سواء السبيل صيرنا قيما أو صيرنا دار الأرقم مرة أخرى ما قصة هذه دار الأرقم؟ دائما نسمعك تتحدث عنها هذه بناية ضخمة أم سكنة أم قصر منيف منتجح صيفي هذه عبارة عن غرفة صغيرة تسعوا الصحابة الداخلين إلى الإسلام سرا ويجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي إليهم تربيته وكلامه ومواعظه وفي هذه الدار خرجت كل العماليق أو العمالقة الذين ملأوا الدنيا نوراً وهدايةً وصلاحاً وفي هذه الدار رأينا أن كان فيها تسعة وثلاثين من الصحابة أكملوا بالأربعين وكان عمر رقم أربعين وطرق الباب بعد أن ذهب إلى أخت القصة المعروفة وقرأ أطاها فنظر أحدهم من ثقب قال إنه عمر فقال فتح له الحمزة كان سبقوا بلحظات فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم جذبة وقع عمر على رقمته أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطار وإلا ينزل الله بك من النكار ما أنزل بالوليد بن المغيرة قال قد أنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله جلس لحظات بعدين سأل سؤال ألسنا على الحق قال نعم بلا أليس على الباطل مش قريش دي على الباطل وإحنا على الحق نحن الآن بقى نحن بعد ما كان عمر صار نحن اختفت أنا الآن خلاص التطاقيرا لما نرضى الدنيا في ديننا يا رسول الله لنخرج في صفين أنا في صف وحمزة بن عبد المطالب في صف وأنت بيننا وتسمع مكة كلها تكبير لا إله إلا الله ثم الفاروق هذه همة المسلم عندما تعلم هذه قيمة الإنسان عندما ارتفع هذا ضوء الإيمان عندما يشعع سبحان الله زي سحرة فرعون اقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير نؤقى إن الإيمان الطرعربي والإخوة المشاهدين المشاهدين إذا صادف ومس شغاف القلوب صارت هناك حمية إيمانية وصار فضل الله سبحانه لا يرى الإنسان إلا بنور الله ولا يسمع إلا بفضل الله صرت يده التي يبتش بها وعينه التي يرى بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينا وإن استعادني لأعيدنا صار عبدا ربانيا من الذين قال الله فيهم يا عبادي فاتقوا بساك الله خير دكتور عمر كلما قرأت أو سمعت حديثا عن دار الأرقم هذه قفز إلى ذهني الكهف الذي تحدث عنه القرآن الكريم في سورة الكهف إذ أول فتية إلى الكهف وكان فتية الإسلام يأوون إلى دار الأرقم وهي بمثابة الكهف تمام والعودة إلى الكهف ليست انعزالا عن المجتمع ولكنها عودة لمنء البطاريات وشحنها والتخلق بأخلاق النبوة وعاد الصحابة صفين هذا لا إذن هذه فتوة عمر وفتوة الذين كانوا معه ولعل في ضمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر صدا لضمة جبريل لسيدنا رسول الله ليقذف النور داخله لأن الرسول نور ومن أمسك الرسول به مسكة خير أصابه الخير كله إذن ما زلنا نستشف من خلال النور هذه الأنوار الله أكبر الأخذلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إذن النموذج الأول لهذه الخلة التي تتحدث عنها تجلى في دار الأرقم بلا شك كان كلما لاحق فرد بهذه المجموعة دخل في مظلة الخلة سيدنا عمر جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من بيتي هكذا الأول لكن لما وصل إلى دار الأرقم كان داخلا بصيغة عمر المهتدي تخللت قلبه أشعة النور فأصبح خليلا من ضمن الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض وكيف كان سيدنا عمر ينظر إلى سيدنا أبي بكر ينطق بمنطق الخلة ويعامله معاملة الخليل لخليله أولا كان عمر يرى في أبي بكر قدوة له وقف مرة على المنبر يخطب ويقول لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه وجدوازه تابعه خادم عنده شو الهدف الأخذ والسلام وقد مات وهو راض عني وأنا به أرضا ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه وجدوازه يمضيني فأمضي ويمسكني فأمسك وقد مات وهو راض عني وأنا به أرضا والآن صار عمر والناس كلهم في رقابه أعينوني إن رأيتموني على حق وأقيلوني إن رأيتموني وقوموني إن رأيتموني على باطل من رأينا في التاريخ يكبر الذي كان قبله بصدق إلا بعد أن يهدم كل ما كان يعمل ويشوق كل الصور يعني عظماء التاريخ يبدأ من كل واحد منهم للأسف لأنه ليس عظيما لا يعرف العظم هؤلاء يعني كما يقول الله يرحمه أستاذنا أخوالي محمد خالد العظمة داخل الأسمال الأسمال اللي هي الثياب البالية الثياب دي لا تسوي شيء وإنما العظمة العظيم إنما تظهر في أفعاله وفي أقواله وفي الأثر الذي تركه وهؤلاء تركوا ميراثا ضخما من القيم والمبادئ هذه الدار دار الأرقم بنت الحضارات ألف سنة متواصلة ظل العالم لا إله إلا الله محمد رسول الله هو العالم المرفوع بين ربوع العالم كله والعالم كله يستشرف هذا النور من صناعة هؤلاء الذي كان الواحد منهم نسخة نصحفية تسير على قدمه كان الخليل منهم لا يعتبر خليله عرضة في طريقه أو عقبة إنما كان يراه مكملا له والله يعني ما رأينا ما رأينا نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه إلى نظرة إكبار وإعجاب قال أيكم رأى الليلة رؤيا قالوا يا أحد قال أنا رأيت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب كان جاعت كده على بغر وقاعت فيه دلو أصحاب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين يعني دلو دلو أو دلوين فوالله يغفر له ثم جاء عمر فما زال ينزع حتى ضربت الإبل بعطا يعني الماء تثر والإبل جاءت تشرب والعش بطلع فلم أرع بقريا يفري فريا فلما أول أصحاب التأويل هذه الرؤية قالوا ذنوبا أو ذنوبين عن أبو بكر يحكم بعد الرسول بسنتين ولكن عمر ظل عشر سنوات وستة أشهر إلى أن طعنه أبو لؤلاء أبو لؤلاء المجوثي يعني أعذب الله رب العالمين أن في هذه المدة كان صاحب الأوليات أول من عمل السجلات العسكرية أول من عمل سجلات المواليد أول من أرخ للتاريخ الهجري أول 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 حاكم رأيناه يعني ينكر ذاته سوالدواجه بعد أن كان أضيض من تسعة أشهر متتالية في عام الرمادة لا يشرب إلا الزيت والخبز لا يشرب إلا الزيت يكفي أنه صاحب موافقات الله أكبر الله أكبر وإن كان في كل أمة محدثين فعمر فإن كان في الأمم السابقة محدثين فإن يكون في أمتي فعمر يعني إذا تركنا جانباً المقام النبوي الشريف وجئنا إلى الصحابة هل نجد هؤلاء الصحابة قد جسدوا معنى هذه الخلة التي يمدحها الله في كتابة والله يضطر العربي أنت إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو النور فالصحابة هم المرايا التي عكست لنا هذا النور كما عكس لنا النبي صلى الله عليه وسلم نور الوحي الأعلى الله الصحابة كان كل واحد منهم تستطيع أن تقول إنه أمة أبو ذر هذا يعود إلى غفار وبعد أن تسلم غفار كلها يذهب إلى قبيلة أسلم فتسلم كلها ويأتي بين الصفين غفار صف صف وأسلم صف فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سعلمها الله وأنت يا أبا ذر رحمك الله تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وموت وحدك الله يعني الملاحظة أن الإحساس والذوق الذي لا نظير له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغفار يستنتج منها المغفرة يستوحي أسلم السلام لما اليوم يعني إحنا ننتقل من سماوات العظمة إلى واقعنا لنحاول جميعا أن نرفعه وأن نرتفع به يعني لما نحن نأتي اليوم إلى كل ما يزيد اللوحة دمامة دكتور عربي قال شاعرنا كن جميلا ترى الوجود جميلا ومن ليس في قلبه جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا أبدا قال السماء كئبة وتجهامة قلت ابتسميك في التجههم في السماء يعني سبحان الله يعني قد يرى أحدنا عالما جليلا يعلمنا ويرشدنا بدل أن نستمع إليه ونحاول الفهم ونسأل الله العون على التطبيق ربما نشتغل بملاحظة بعض مظاهره التي لا تروقنا ونعتقد أن ذوقنا هو الحكم ننسى أن لكل ذوق وننسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي لكل مظهر ما يناسبه من الجمال والكمال ويشجع أصحابه نحن نقول فلان حديثه مفيد لكن هذه لكن قنبلة متفجرة هذا لمرض في هذه القلوب يعني ملأوا دنيانا ضجيجا كما قلنا مرة بأنني لا يدبدة أنا وأنت ونلبس الساعة في اليد وهو ما اخترع الساعة وما ابتكر الساعة وإذا خربت الساعة وتعطلت لن يستطيع أن يصطحها ليستحيب فلان من يعيب على ذلك يروح يختلح هو الساعة عشان يدبطوا مواعيده معنا غريب يعني الآن في أوروبا تجد اتجاه جديد يتمثل في توجه العلماء إلى الغابات للبحث عن أعشاب ونباتات يركبون منها الأدوية التي تقل فيها الكيميائيات ونحن يعني أرضنا ولله الحمد شاسعة وخيراتنا متزايدة وكل الخير تنبته أرضنا ومع ذلك نبقى وقد في بعض البلدان تستورد أدوية مضى عهد استعمالها وصلاحيتها الله لنتحمل نتيجة نومنا ولندفع ضريبة نومنا وكسلنا وعدم فهمنا لديننا وعدم التفافنا حول علمائنا الربانيين ليعلمونا ويفهمونا ولكن كل واحد منا يظن أنه أبو ثاء أبو ثر ويظن أنه عبد الرحمن بن عوف ويظن ويظن ولكن إذا قبعنا داخل أنفسنا لنبحث عن خطايانا ونبحث عن مصائبنا ونبحث عن سلبياتنا لتحولنا من حال إلى أفضل لكن هذا الذي أراه أنا في رمضان شيء يعني مزري شيء سبحان الله ما يعرض على الشاشات شيء عجيب ماذا يقول هذا وذاك لله رب العالمين يوم القيام والله ما أدري والله ما أدري إيد بجاحة دي إقلت الأدب دي مع الله عز وجل هذا رمضان؟ هل هذا رمضان؟ لنستحي من أنفسنا يعني حتى بدون ما نتحاكم إلى الدين أين الذوق؟ من أين يأتي بالذوق؟ هو لا ذوق عنده الإنسان إلا ما يتذوق كتاب الله ويتذوق الإسلام ويفهمه لا ذوق لا أنا أرى في بعض الفضائيات لا يكاد المؤذن خلال شهر رمضان ينتهي من الأذان للمغرب حتى تعرض علينا صور يعني تسوء النظر وأصوات تقذ المغاجع يعني فعلى الأقل في حد أذنى من الذوق وفي احترام مشاعر هذا المجتمع لا إذا بريتم فاستتروا واحد عايز ينحرف ينحرف بيته ينحرف داخل غرف المغلقة لكن ينحرف وينشر انحرافة يحب أن تشيع الفاحجة في الذين أمنوا إيه فائدة واحد صايم جاعد صام رمضان وجاعد كده شافت الممثلة العاري في إيه؟ إيه اللي حصل ودين على هذا المنوال خمسين سنة نساعد التلفزيون مداخل بلادنا ونحن بهذا المنطق مع الأسف أصبحت ألفاظنا في كثير من الأحيان لا تدل على شيء نسمع في هذه الأيام إحياء ليالي رمضان ولو صدق الناس أنفسهم لقالوا إنهم يريدون دون شعور أو شعور إماتة ليالي رمضان وإماتة رمضان نفسهم أتمنى أن نكون قد استمعنا إليك ويعيننا على إحياء قلوبنا وإحياء مجتمعاتنا بالذوق الجميل والكلمة الجميلة والعمل الصالح والموقف الأصلح شكرا لك فضيلة دكتور عمر على ما قدمت ويا أيها الأحبة استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نظرة النعيم